اهلا بيكم يا اصدقائي في السلسلة الجديدة جواهر الشطرنج اللي بنقصد بيها ابطال العالم الشطرنج بنستعرض بعض ادوارهم الخالدة ولكن اذا حاولنا ان نجد البطل الموسوعة فلابد ان نقف طويلا عند ابو الشطرنج الروسي الحديث بطل العالم مايكل بوتفينك اللي حمل لواء بطولة العالم على فترات بعد العظيم اليخين ولكن انجازه الاكبر والاسطوري هو بعد اعتزال الشطرنج لانه طور دور الكمبيوتر في الشطرنج وكذلك انشأ مدارس بوتفينك للناشئين اللي خرجت ابطال العالم زي كربوف وكسبروف وده هو البطل الشامل اللي برع في جميع مراحل الشطرنج وكذلك كان مرجع في التكتيك والاستراتيجية حنعيش معاه بعض الوقت ونرى امثلة من ادواره وانجازاته المزهلة هيا بنا نتعلم من مايكل بوتفينك وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك فيديو رقم 3 من سلسلة بوتفينك ايقونة الشطرنج بعنوان اضعاف سيطرة تدمير بوتفينك وعمره 16 سنة بيلاعب احد كبار اللاعبين في ذلك الوقت رابينوفيتش وصاحب المرجع الكبير نهايات الادوار الروسية في موسكو 1927 الدور كما هو العادة بيبدأ هادئا واستراتيجيا وعندما يحدث الاضعاف يتحول بوتفينك الى الشراسة واستخدام التكتيك يلا نشوف هذا الدور المسير رابينوفيتش بالابيض والعب ديفور وبوتفينك رد بالنقلة الغير معتادة E6 بوتفينك بيلعب هذه النقلة اللي بيسموها نقلة انتظارية وبيترك تحديد الافتتاح للابيض يعني مثلا لو الابيض واصل بE4 حنوصل الى الدفاع الفرنسي والاسود هيكمل بالD5 وفي نفس الوقت زي ما حدث في الدور ورابينوفيتش يكمل بC4 هنا الاسود ممكن يختار دفاعه المفضل يعني مثلا لو لعب الD5 حننتقل الى جنبيت الوزير المرفوض اما اذا لعب زي ما حدث في الدور F5 فكده انتقلنا الى الافتتاح الهولندي والابيض كمل G3 والفيل الابيض هيخرج عن طريق الفيونكا نايت F6 بيشوب G2 وهنا الاسود دول اختيار بالموقع فيه المربعات السوداء ممكن يلعب الD5 ويتبحى ببيشوب D6 او ممكن يلعب زي ما حدث في الدور بيشوب E7 نايت C3 كاسل نايت F6 وهنا بودفينك لعب D5 وبكده اتحولنا رسميا الى تفريع الحقت الحجري في الدفاع الهولندي والحقيقة فيه كاسيرين من لعب الاسود لا يفضلوا تفريع الحقت الحجري وبذل ما يلعبوا الD5 بيكملوا بالنقلة D6 وكده بنوصل للتفريع التقليدي في الدفاع الهولندي على اي حال في ذلك الوقت بودفينك لا يفضل التفريع التقليدي انما بيحب يدخل في تفريع الحقت الحجري وبالفعل لعب الD5 وحنعرف ليه بيسموه تفريع الحقت الحجري في النقلة القادمة على اي حال الابيض كامل بكاسل وهنا بودفينك لعب C6 وبكده وصلنا الى تفريع الحقت الحجري الكامل الاسود بيعمل هذا الشكل ببياده اللي بتحتل المربعات البيضاء كحقت دفاعي امام قطع الابيض وبيستكمل تعبئته من وراء هذا الحقت لازم نلاحظ ان الاسود ما بيخدش بيدا C4 حتى لا يفسد تشكيل الحقت الحجري وعلى اي حال البيضاء الزائد الابيض هيسترجعه اكباريا ولذلك الابيض كمل بكوين C2 ومازال البيضاء متاح ممكن الابيض بدل ملعب الكوين C2 يكمل بالنقلة B3 ويحمي البيضاء والاسود بيكمل بكوين E8 والوزير في طريقه إلى المربع H5 على اي حال الابيض ملعبش البيس ري انه ملعب كوين C2 وبودفينك كمل ايضا بكوين E8 ودي المنورة المفضلة لبودفينك بيجي بالوزير في جناح الملك وبيحاول يحدث اضعفات في هذا الجناح والابيض كمل بشوب F4 الحقيقة النقلة دي عليها جدل كبير لان معظم لعب الاسود بيكونوا طوقين للهجوم في جناح الملك والنقلة دي بتسبح لهم بلعب G5 سواء مباشرة او بعد التحضير لها وبكده بيبدأ الاسود في اختبار حظوظه في الهجوم في جناح الملك ولكن وعلى اي حال في معظم الاحوال هذا الهجوم بيبوء بالفشل على اي حال لو القبض مش عاوز يلعب البيشوب F4 ممكن يلعب النقلة روكي بي 1 ويبدأ بلعب مضاد في جناح الوزير بنقلة زي البي فور يعني مثلا لو الاسود كمل بكوين H5 الابيض هيكمل بي فور نايت بي دي سيفن بي فايف وبيخترق سريعا في جناح الوزير وبيعمل ضغط عصبي على الاسود اللي عاوز يهاجم في جناح الملك لكن على اي حال رابينوفيتش ملعبش روكي بي 1 انما لعب البيشوب F4 وكامل الدور كوين H5 روكي اي دي 1 ايضا هنا ممكن ملعبش روكي اي دي 1 ويلعب مكانها الروكي اي بي 1 وبيبدأ بنفس الخطة اللي شرحناها لكن على اي حال الابيض ملعبش الروكي بي 1 انما لعب الروكي دي 1 وكامل الدور نايت بي دي سيفن بي سري والابيض اخيرا حما بيدا السي فور لو الابيض ملعبش البي سري ولعب نقلة زي النايت جي فايف طالب بيدا ال E6 النقلة دي نقلة متسرعة لان الاسود حيرد بنائة جي فور طالب المات على المربع H2 وفي نفس الوقت بيهدد بالفوس بالحصان ولذلك الابت هيكون مجبر على لعب النقلة المضعفة H4 ودلوقتي اصبح الحصان طالب بيدا ال E6 والاسود بيكمل بنائة F6 وبيحمل بيدا وبعد F3 طالب الحصان الاسود بيتراجع بنايت H6 والموقف بيزداد تعقيدا ولكن على اي حال جناح الملك الابيض ازداد اضعافا على اي حال الابيض ملعبش النايت جي فايف انما لعب ال B3 وحمى بيدا السي فور وكمل الدور نايت E4 نايت E5 وبتفنك كمل بنايت جي فايف وبتفنك بيهدد بنايت H3 تشك ويسبب بعض المشاكل للابيض ولذلك رابينو فيتش لعب H4 والنقلة دي زي ما قلنا بيدعمل اضعافات في موقع الملك الابيض المبيت الحقيقة النقلة دي مش افضل نقلة الابيض في هذا الموقف وكان افضل نقلة الابيض ان يلعب النقلة الغير معتادة بيشوب تيكس جي فايف ورغم ان الابيض بادل فيله امام الحصان الا انه تخلص من قطعة مهاجمة خطرة للاسود والتفريع ممكن يكمل ببيشوب تيكس جي فايف نايت تيكس دي سافن بيشوب تيكس دي سافن E3 والابيض ما زال بيحتفظ بالافضلية رغم ان الاسود معاه ميزة زوج الافيال لكن هذه الميزة في الوقت الحاضر غير مؤسرة لان فيل الاسود للمربعات البيضاء بيعاني من الضعف لان معظم بيدقو على مربعات بيضاء والابيض فيما بعد حيلعب F4 ويغلق الفيل الاسود وبعدين يلعب C5 ويغلق الموقف في جناح الوزير وبالطبع في الموقف المغلقة ميزة زوج الافيال بتتضاءل قيمتها على اي حال القبل ملعبش البيشوب تيكس جي فايف انه ملعب الـ H4 وده كان اول اضعاف في موقف رابينوفيتش وبالفينيك كمل نايت E4 بيشوب F3 طالب الوزير كوين E8 نايت تيكس دي سافن بالطبع من الافضل للابيض انه هتخلص من بعض القطع وبعد بيشوب تيكس دي سافن الابيض لعب كينج جي 2 الابيض بيحاول يستفيد من النقلة H4 لانه منع الاسود من لعب الجي فايف اللي الابيض في هذه الحالة حيرحب بالتكسير على مربع جي فايف وحيلعب روك H1 ويسيطر على العمود H ولكن على اي حال بتفنك هنا لعب النقلة المفتاح في هذا الدور وهي النقلة الاستراتيجية بيشوب بي فور طالب ان يفوز بالحصان السي سيكس وبيستفز الابيض للاعب بيشوب تيكس E4 اللي لعبها الابيض بالفعل والنقلة دي نقلة سيئة وبعد F تيكس E4 الاسود اصبح بيسيطر على مربعات البيضاء في جناح الملك عاوزين نقول ان الابيض بدل ما يلعب البيشوب تيكس E4 كان ممكن يلعب النقلة نايت E4 ورغم ان النقلة دي ليست نقلة قوية الا انها افضل نقلة في هذا الموقف على اي حال بعد البيشوب بي فور الابيض لعب بيشوب تيكس E4 والاسود كمل F تيكس E4 وزي ما قلنا الاسود سيطر على مربعات البيضاء في جناح الملك ومن هنا والى النهاية بوتفينك هيقود الدور الى النصر على اي حال الابيض كمل بروك H1 وبوتفينك كمل بالنقلة قوية كوين H5 والنقلة دي لها اكتر من ضرط واكتر من تهديد اولا الاسود بيهدد بيشوب تيكس C3 وبعد كوين تيكس C3 بوتفينك هيختاح المعسكر الابيض بكوين تيكس E2 وكذلك هناك التهديد الخطير بالتضحية روك تيكس F4 ويفتح عمود الجي على الملك الابيض على اي حال الابيض كمل بالنقلة الضعيفة F3 وبعد النقلة دي اللي بتضعف اكتر واكتر جناح الملك الاسود زادت فرصه كثيرا في الفوز وبوتفينك كمل ببساطة بالنقلة الخبيثة كوين جي سيكس الوزير راح في مربع ممتاز واصبح عنده اكتر من تهديد اولا ان ياخد على المربع F3 بكشة للملك وفي نفس الوقت بيكشف تهديد للوزير غير محمي والاسود بيفوز بالوزير وسانيا بيحيي التهديد القديم بروك تيكس F4 ولكن في هذه الحالة مش هتكون تضحية انما هيكون فاز بقطعة لان بيدق الجسري مربوط على الملك ولذلك الابيض لعب اكباريا كينج F1 ولكن على اي حال الملك على العمود F ليس امنا لان العمود F حيتم فتحه قريبا وبالفعل بوتفينك كمل بنقلاته القوية E5 رغم ان البيدق غير محمي الا ان هذه النقلة نقلة حاسمة الاسود عاود الفيل وفي نفس الوقت بيدخل فيله الاسود الى الهجوم المباشر على الملك الابيض لو الاسود ملعبش ال E5 عنده نقلة اخرى قوية وهي روك تيكس F4 وبعد جي تيكس F4 الاسود بيلعب بكوين جسري وبيتوغل داخل معسكر الابيض وعنده تهديدات مميتة مثلا النقلة E3 لازم نلاحظ ان الابيض مقدرش ياخد على المربع E4 لان البيدق مربوط على الحصان والاسود حيفوز فورا بقطعة على اي حال الاسود ملعبش روك تيكس F4 انما لعب E5 ورابينوفيتش يائسا لعب D تيكس E5 ودي بالطبع نقلة سيئة على اي حال لو ملعبش D تيكس E5 ولعب بيشوب تيكس E5 دي ايضا نقلة سيئة والاسود حيكمل بنقلاته القوية بكوين جي فور وبدأ الاف مربوط على الملك والاسود بيهدد بالاخذ على مربع F3 والدفاع الوحيد هو بيشوب F4 وهنا الاسود بيكمل بروك تيكس F4 جي تيكس F4 اي تيكس F3 والاسود بيفوز في جميع التفريعات على اي حال الابد ملعبش بيشوب تيكس E5 انما لعب D تيكس E5 لكن كان افضل دفاع عنده هو انه يحاول لعب H5 طالب الوزير ومع ذلك الاسود عنده التكملة القوية بيشوب H3 روك تيكس H3 كوين E6 طالب الرخ روك تيكس F4 طالب ياخد على المربع G3 ويفتح عمود F والدفاع الوحيد هو G4 وهنا الاسود بيكمل بروك تيكس E8 بالتهديد القوي E تيكس F3 والاسود عنده هجوم في منتهى القوة على اي حال الابد ملعبش الـ H4 انما لعب D تيكس E5 وبوتفنك كمل بالتضحية القاتلة روك تيكس F4 ودي كانت الخطوة الاولى في خطة بوتفنك النهائية لان الاسود انتج فكوة كبيرة في دفاعات الابيض وبعد G تيكس F4 ودلوقتي مربع F2 اصبح الهدف المشترك بين الاسود عشان يدي تشيك ميت وبين الابيض عشان يدافع عن التشيك ميت والاسود ممكن يكمل بنقلة بالنقلتين ياما يلعب E3 عشان يلعب QF2 او يلعب البيشوب C5 وايضا بالتهديد QF2 لكن في الحقيقة احد هاتين النقلتين نقلة قوية والاخرى نقلة كارثية وحترك لك بضعة ثواني للتفكير في اي النقلتين هي الافضل النقلة الصحيحة ان الاسود يلعب بيشوب C5 بالتهديد QF2 لو الاسود ملعبش البيشوب C5 ولعب النقلة الاخرى اللي هي E3 دي هتكون نقلة سيئة للغاية والاسود هيخسر لان الابيض عنده الرد العبقاري روك تيكس G7 بالتهديد المزدوج للملك والوزير وايان كانت القطع اللي هتاخد الرخ الابيض هيكمل بروك G1 وحيفوز بالوزير امام رخين وحيكون متفوق ماديا وحيفوز بالدور لكن بالطبع بوتفنك ليس بالسازاجة ان يقع في مثل هذا الفخ لانه لعب بيشوب C5 والدفاع الوحيد للابيض هو E3 لكن بوتفنك كمل بكوين تيكس F3 كشل الملك وفي نفس الوقت طالب الرخ والابيض دافع بكوين F2 وترك الرخ بالطبع لو الابيض ملعبش كوين F2 وحاول يدافع عن الرخ بكينجي G1 هيخسر فورا ببيشوب تيكس E3 كينجي H2 كوين تيكس F4 واذا الملك جاه في المربع H3 الاسود هيكمل بكوين F5 ويفوز بالرخ اما اذا جاه في المربع G2 فالاسود هيكمل ايضا بكوين G4 ويفوز ايضا بالرخ ويفوز بالدور ولذلك الابيض كمل بكوين F2 وكمل الدور كوين تيكس H1 كينجي E2 كوين H3 طالب الرخ F5 كوين G4 كينجي D2 وهنا الاسود لعب بهدوء روك F8 عاوز ياخد على المربع F5 ويقوم بتكسير الوزيرين وبيدق الابيض في النهاية لنتصل الى مربع الترقية وهنا الابيض ممكن يقوم بالتسليم لان بوتفنك متفوق ماديا بقطعة لكن على اي حال رابينوفيتش كمل عدة نقلات حنستعرضهم سريعا E6 كوين تيكس F5 كوين تيكس F5 روك تيكس F5 روك تيكس B7 روك F2 كينجي E1 روك F6 طالب بيدق E6 B4 طالب الفيل بشوب تيكس E3 كينجي E2 بشوب G1 والابيض واصل الفينك انهى الدور بE3 طالب بشوب C3 تشك والبيدق في طريقه للمربع الترقية ولذلك الابيض سلم الحقيقة الدور زي ما قلنا في العنوان ابتدى بالاضعاف بالنقلة H4 اللي عملت اضعاف في جناح الملك الابيض وكانت النقلة المفتاح هي البيشوب B4 اللي اجبرت الابيض على الاضعاف التاني وهو بشوب تيكس E4 وبعد الاف تيكس E4 اصبح الاسود بيسيطر على الموقف وبعد السيطرة جاء التدمير اللي بدأ بالنقلة E5 ويليها النقلة روك تيكس F4 وبعد الاضعاف والسيطرة والتدمير كان من السهل على بوتفينك انه ترجم هذا الى فوز سريع على احد الاساتذة الكبار في ذلك الوقت إليا رابينوفيج والى اللقاء في الفيديو القادم مع بوتفينك ايقونة الشطرنج وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك